فقال مداروا كسرة ظهور الخوارق على أمرين كونوا العروج إلى فوق أكسر تطلع الخوارق أكسر في وقت العروج وكونوا النزول إلى السفل في وقت النزول بل الأصل العظيم في كسرة الخوارق وقلة النزول اللي ما بينزل لتحد تنفو قادر بيطلع علي ذو الخوارق زالك تشوف واحد له كرمات كتير الشيخ فلان تعشوف كرماته وأنت قاعد معه مدري شو بيساوي مدري شو بيعمل بيعمل إيك للطوب بيطفي بيعمل مدري هذا مسكين هذا هذا إذا كان صادق ما كان ساحر أو مستدرج أو كذا أو تعمل مع جن وعفاريته مدري إيش إذا كان فعل ولا هذا بيكون هذا من الجماعة فوق قاعد فوق هذا ما بيشغل للتسليك معه هذا ما بيعرف يسلكك هذا قاعد فوق للتسليك بيكون نزل لتحت طيب لذلك المجازيب اللي بسموه مجازيب ما بيصلح هذا ما بيصلح هذا لا لا كثل الشيخ أحمد الحارون الله يرحمه وغيره هدون أولياء لكن هدون فوق قاعدين فوق هذا ما شغلته التربية والسلوك وما شغلته والشغلة كلها هذا بولايته صار فوق وصفاء ونقاء وكرامات وكذا فوق ما شاء الله طبعا نزل طلع إلى العالم قال والله أنا هاي شغلتي هون لذلك كان له كرامات كتير شي بيتصدق وشي ما بيتصدق طيب قال فإن صاحب النزول ينزل على عالم الأسباب ويجد وجود الأشياء مربوطا بالأسباب ويرى فعل مسبب الأسباب من وراء الأسباب اللي طلع لفوق ما عادي يشوف شي اسمه أسباب السكران كله منه كله منه بتعرفوا والقصة هذا على جماعة كله منه هذا سكران هاي كله منه كله ما له شايف أسباب منه المريض ما بيأخد دواء ولا بيروعد الدكتور كله منه هو بيمرض هو بيشفي هو بيشتغل هو 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 كله منه أنا مالي هذا سكران هذا ما بيشتغل للتربية والسلوب بيجي واحد طالب جامعة عنده تخرج بيقول له عطوني حلقة بحث ساوية ولا لا بيقول له كله منه كله منه بيرسوف شمده ينجح بيجي واحد بيقول له أنا بدي ولاد بس ما بدي يتجواز بيقول لك الله ما بيقدير يجيب لك ولاد بدون جواز ما بيتجواز استنى الولاد ليشي والثالث بيقول له أنا بدي عندي ديوم دي أشتغل بدي كساب بيقول له الرزق الرزق كله مقدر بيجي لعندك على البيت عم يستنى أخونا والثالث والرابع ما بيشتغل للتربية اللي مو شايف الأسباب ما بيشتغل للتربية هذه مرحلة السكر مرحلة البدايات عند معقول الله Allah الل الل بالمصبحة ما عجد شاف غير الله ولا عجد في غير الله ولا عجد في أسباب ولا دنيا ولا عجد شاف حدا واحد ما بيشتغل لتربية والسلوك ما بيشتغل أما اللي نزلنا تحت على في أسباب وسببات واحد زاد واحد ما بيتم المسبب إلا بالسبب بس قلبه على مسبب الأسباب يعني يعلم يقينا أن مسبب الأسباب الله عز وجل هو خلق السبب وخلق المسبب وخلق القانون وخلق كل شيء وكل شيء بإيده بس بيتم ضمن قانون الأسباب والمسببات أضرب لكم مثال من السيرة النبوية من سيدنا رسول الله